السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبعا في هذا الدرس سوف ننفذ HTML Attribute طبعا لدينا بعض الاتريبيوت الخاصة بالHTML منها A اللي هو يخص كيفية تضع لينك للضغط عليه للانتقال الى موقع ثانى ام صفحة ثانى طبعا راح ناخد كوبيل لو نجي هنا المدل نمسح المنحتاجين خلي فقط هذا هذا الشكل راح نجي هنا اخذ الثاغ LA الثاغ LA طبعا يحتوي على خاصة العشرف اللي ممكن اخلي بها الموقع اللي انا اريد انتقل له مثلا اريد انتقل للموقع www.google.com هنا مجرد معظم this is link مثلا is google سوف كنترول S اختار save هروح انف لو نلاحظ ظهر هنا عندي اللينك لاحظ مجرد ما الاشارة تجي علي ما الموس راح يقول لي اضغط اضغط على this is link is google راح ينقل لي المن الى صفحة google ارجح مرة ثانى اضغط عليه راح ينقل لي الى صفحة google ممكن اخلي هنا موقع ثانى مثلا فيسبوك طبعا نعمل سوى auto save ترقايا راح اه ينحفظ اجا سوى الرفرش مفروض نغير هاي ايضا فيسبوك حبت تظهر للمساعدم رفرش تمام فيسبوك اضغط عليه راح ينقل لي مباشرة الى موقع الفيسبوك طبعا نفتح حدي الفيسبوك تمام ارجع الى الخلف هاي بالنسبة للتاق الاترف اقدر اسوى ممكن اكثر من الينك هذا الشكل مثلا سوى واحد للفيسبوك واحد لجوجل واحد لي يوتيوب طبعا ناخذ جوجل يوتيوب بالشكل اقل لي ارجع الان نفذ راح يقول لي بالشكل فيسبوك جوجل يوتيوب طبعا ما ننزل للاسفل لان مواضعين تاق البي ار اللي قلنا ممكن ان ننزل بسطة ارجع الان نفذ نلاحظ صار ان بالشكل وممكن اضغط عليه واحد مثل جوجل راح نقل لي الى صفحة الجوجل تمام هذا بالنسبة لكيفية ادراج داخل الموقع حتى اذا جاني امج داخل الموقع فاحتاج الى source image احتاج الى tag امج راح اجي اول شي اجيب الصورة لو ارجع الى هنا الفولدر مالتي اا اقول لك او اروح مباشرة الفولدر اللي اعني بي دائما حتى ادر الصورة داخل الموقع المفوضة اخلي هاد الصورة داخل الفولدر مع صفحة الاندكس راح اروح على سبيل المثال اي صورة اجيبها مثلا هاد الصورة كنترل سي كنترل بي او كنترل بي طبعا هاد الصورة اغير اسمها دعنا مثلا اسمها اي 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 تمام لو لاحظوا ان اسمها اي اي دوت جي بي جي مع الامتداد مالتها اذا يكون الامتداد ما ظهر مفروض ان ظهره لان مهم جدا انه مكتبه بالسورس حتى يتنفل ادي الكود من نسبة الويندوز عشرة شون اظهر هذه الامتدادات اروح من خلال قائمة view اروح الى options اختار view هنا طبعا ادي مجموعة من خيالات هاي بالنسبة الهيد اكستنشن ممكن راح تلقاها هيك راح تلغي الصحة عنها وتقول او كي حتى اظهر الامتدادات تمام هسه صار ادي الصورة بنفس الباث لو اطلع منها وارجع ايضا بالنسبة الامتدادات راح تلقى ان هذه الصورة ظهرت عدي شان اصدعيها داخل الصفحة مجرد ما اكتب تاق الامج بهذا الشكل احنطي يعني مكان الصورة طيب مكان الصورة هو اي اي دوت جي بيجي اغلق التاق طبعا تاق الامج يكون احادي بهذا الشكل ما يحتاج الى تمام يكون تاق احادي فقط بهذا الشكل ما يحتاج الى مثل تاق الاشتو او تاق البرغراف وتاق الاي ايضا يكون احادي لو نلاحظ اه بهذا الشكل اللينك اللي بداخله راح يكون داخل التاق هاذا الاشرف راح يكون داخل تاق المفتوح يعني ايه هنا هنا بعدها اغلق التاق اه اغلق هاذا المفتوح واغلقه يعني احنا هرح يكون عندي الاجرم. هذه الملاحظات طبعا ننتبه عليها لان كل تاق لطريقة استعمعنا. حاليا الصورة انا خليتها بالاسفل. انا راح انفذ مرة ثانية. راح تظهر عندي الصورة. ايلا عندي خاصية الويل بالنسبة لتاق الامج. انا اجيه اقولها ويل. مثلا نخليها 500 بيكسل. سوي لها نلاحظة انه زغرت ايضا الهاي. ايضا ايضا اخلي لها 500 بيكسل. تمام. صارت نفس الطول ونفس الارتفاق. اها بالنسبة لتاق الامج. مهم جدا انه باث الصورة يكون مع باث الاندكس. اذا كانت الصورة غير مكان. فالمفروض اخلي الباث الها كامل هنا. تمام. اخلي الباث الها كامل. بالنسبة للملف. حتى انه اول ما يخرج منها. وين راح يلقى الصورة. المفروض ادليه بالباث. ممكن اخلي ايضا ايضا نيو فولدر. مثلا هذا الفولدر نسميه image. وهذا الصورة. ننقلها داخل هذا الفولدر. تمام. حسنا نفتح الفولدر. صارت الصورة داخله. اذا حاليا الباث هنا. نلاحظ اللغة عدة الصورة. اه. المهم جدا انه من تلغي عدة الصورة. عندي اتربيوت. هالاتربيوت اسمها alt. اي ال تي. هذا. اي ال تي. داخل تاق الامج. مجرد ما اكتب اي مقام مثلا. اي ال تي. تمام. اكتب مثلا اه امج. از. مثلا امج كانت تعبر على الذكاء. ارتيفيشيال. اوكي. لو جنفذ هنا. انه من حيث تأدي مشكلة بالصورة. راح يظهر لي. هذه الرسالة. مجرد ما اختفى تأدي الصورة. طبعا سبب الاختفاه هو انه الباث خطأ لانه الصورة بالنسبة للملك مالتي. انه هي موجودة داخل فولدر. فما يدخل داخل الفولدر بعدها. يشوف الامج. فالمفروض اقول له امج. اللي هو الفولدر سلاش. بعدها الصورة. لو اجي نفذ. راح يظهر لي فقط الصورة. تاق ال ال تي. قلنا انه هذا راح نستعمله. اذا كان اكو مشكلة بالصورة فراح تظهر لي هذه الرسالة. هاي بالنسبة لل HTML attribute. ان شاء الله بالدرس القادم راح نتناول ال HTML heading. اتمنى السلام عليكم هذا الفيديو وشكرا لمتابعتكم.